السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة ستراند الديب الدي 26 وصلناه بفضل الله فم دعمكم ونصايحكم وأشكر الكومنتات اللي جثني اللي مانا كثير ولكن من أبرز الأخطاء صراحة أني ما أشلمعي مثل ما تشوون تسممنا من ابن الذين هذا أو واحد من اللي يقربوا له تسممنا منه في الجزيرة الثانية واضطرينا نرجع طوارع يا حبيبي عشان نأخذ وينه؟ عشان نأخذ الباباي بلانت هذا فضروري جدا أني أخذ لي واحد معي والشي الثاني أني أزرعه في الجزيرة وهذه كانت أحدى النصايحة اللي وصلتني فالله يعطيكم العافية طبعا من الربشة خليت السفينة والأغراض اللي فيها كل شيء تقريبا هناك جي تركض أدور الباباي هيه الربشة أقسم بالله الحلقة الأخير نهايتها الحركة هذه والله عجبتني هو كان نقص في الموارد بس شكلي بخليه زي كذا سيارة باتمان اشتخل باتمان مدري المم أفكر أن المحرك يكون في هذه المنطقة أتوقع بيعطي شكل جميل والشراء هذا بسوي واحد زي هنا في حال أن أخلص علي البنزين أصير أرجع للشي اسمه الطبيعي يعني باع الرياح خلني بجلس أفرز الشغلات اللي موجودة بهذه الصناديق اللي جبناها شغلات طيبة والله أغلبها صخور أتذكر الجزيرة هذيك مليانا صخور وتقريبا ملوتها كاملة فبنرجع لها غير كذا في صناديق خليتها في هذه المنطقة طيبة يا شباب فضيت الكاراتين تقريبا كلها الشغلات اللي يجبناها المشكلة نجال الشغال تحت الشمس فاللاعب تأثر المهم ما عليكم منه غير كذا طلعنا الاسكن هذا لكلهم ست تقريبا اللي بنحوله ورح يعطيني هذا الجلد اللي رح نستخدمه بالأسلحة وغيرها من الأمور وجبت لي اثنين داكت تيب وجبت ليوكا فروت هذا اللي ودي أزرعه ما أدري وش استخدامه يريد تكتبوني إذا تعرفون هذا اشي يسوي هنا ما شاء الله عندي ثمانية من الجلود رح نحولها بعدين يوم نحتاجها ودي أكسر هذا ونطلع اللاشنغ ونزرع غيرهم نستغل الوقت الله يأنها شمس ساعة كم الحين طاعش ثلاثة وشب النار اكريب شبه صراحة شي جميل مجرد ما تشب النار مدرك كيف يعطيه يضيف لمسه كذا مع الأجواء أعلق الكبار والصغار لأن اللاعب الردي جوعان بعد زايدة واحدة نستغل الوقت حلو زادت واحدة ولا نقدر نسوي القلتش هذاك شوف كيف حياتي من غير القلتشات ما تمشي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس واثنين تحت سبع في شغلة هذي ما أدري وش سالفتها صراحة ظاهر ذكرى للميت هذاك فانخليها ذكرى بس جنب البيس ونكسر اليوكا أحلى شي انها خلفية سودة يعني ما في مجال انهم يضيعون وووه يمديني اسوي الشسمه ذا تصير الوضع كذا متجمعين في مكان واحد ايوه ما شاء الله ثلاثة سودوا وباقي باقي الهنين الكبار دقيقة ودي اسوي واحد ثاني هنا جنب الماي هذا ناخذ حاجتنا منه ونعبيها هنا الحن حتى بعد ما كسرتهم خلاص راح ينمون مرة ثانية والماء يفل فلازم نحط مزارع ثانية في حال اني بغيت ازرع هذا هذا السلاح يربع سويته ولا عارف استخدمه فحاولت اني خلي معاي سبيرز حتى السبيرز النوع الثاني ما في فايدة شوف كرود سبير وكرود فيشنج سبير ما في فايدة احاول اي محاول اسوي ما في اي فايدة فيريت اللي يعرف يخبرني بمكازمة هذر الثنتين اللي تحت بناخذهم لانهم كوكت وبصير علقهم بحيث انهم يتحولون الى السموكت يتدخنون فنتين الكبر هذا اللي راح نشلهم معنا يا خلغبنا ان الارض مش مستوية هنا بيطلع الشكل اوكي واشرقة الشمس ونزرع هولد اي سبيرز وعطنا البباي نزرع واحد بباي واحد من هذا خلنا سقيهم ماي معانها راح تمطر اليوم لان همس ما مطرت تقريبا يوم يمطر يوم لا خلنا نجيب الكوكنت فلاسك اللي صنعناها من الكوكنت ناخذ اوه ماياخذ الا واحد نسقي البباي عزيز الى هذا عزيزي البباي ايوه تدري عشان نسقي اسرع خلنا نجيب الوتر سكن حقنا ممكن نصنع منه واحد ثاني ونخليه هنا للزراعات فانه ياخذ ثلاث كراسك فيه فالباقي المطر يعبيه ونخليهم على هذا الحال كويس انتبهت على فاسي ثلاثة بالمئة ايوه يا حبيبي متروح كذا فممكن نطوره ونجيب اللي بعده استغلال يا حبيبي تحليل اللعبة واني الريفايند اكس هذا احتاج واحد ريذل وستون عاطنا الريفايند مئة بالمئة يا حبيبي لازم تنتبه للشغلات هذي بعبي كل واحد نص لان المطر تقريبا راح يعبي رياك كذا كذا فل هذا الصندوق سميته فود ان مدس الأكل و الدواء دخل مطر ودخلنا في اليوم ستة وعشرين الان راح اشلل الأكل والماء والدواء والأسلحة والفراش كلهم راح اعبي السفينة فيه هذي كلها صندوق فاضي تولز وابن الأسلحة والفود ان مدس التسمية جميلة صراح لله اضافة حلوة ناعم ثقات ناعم 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 الممري الضحة girlfriend يا أخي أقسم بالله لفاعي تربع الضغط يرغب أما اثنين ورا بعض استغفر الله العظيم ويتوب إليه هذا واحد يعني لازم نكد علي من بداية الحلقة لا والله كذا مصيبة كذا تكفى يا الباباي تكفى سري سريعا وتكفى أنا كلهم معي ثلاثة لازم استخدمه واحد واحد أزرعه واحد يشيله معي احتياط ربي وقعت في الكمين مطر جلها انضم معه مع أخوانك هذه فايدة في البيس يوم حول الأكل كلها داخل البيت وموري كلها داخل البيت أفرفر كذا في الجزيرة خصوصا العشب هذا المنطقة مش مشكلة شكل بجيب البيس كلها هنا بعدين في المنطقة البيضة الواضحة العشب هذا اللي يزبن فيه ما له داعي فنشوف السفينة عشان نقدر نطور فيها القواعد هذي تواير اللي لازم نحصلها أول شي المظلة هذي حلوه ليه ما قدر أبنيها تكفى طيب هنا 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 أقدر عشان الصناديق بس في هذا المكان ودي يكون شراع ما ينفع هذا كويس لأنه يعطينا ظل وقت السفر بس مش مهم الشراع أهم منه حسنا أيوه حسنا لازم تستغلها صح وهذا لنطبخوا وحنا جاهزين للرحيل موسيقى 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 خذنا البويزين هنا شيكت أول شي قبل لأشرب الدواء شيكت على الثعابين ما في أي شي في الجزيرة وكسرت لي نخلتين نجيب منهم الخشب ما في شي يستدعي أن يجلس صراحة في الجزيرة غير السفن اللي موجودة حواليني ودي أشيك عليهم في الصباح ونروح نشوف الجزيرة اللي بعدها فبعد ما سيفت ودي أطلع ونروح إلى الماب ونشوف الجزر اللي حواليننا مساحاتها هذه الجزيرة الرئيسية جيت هنا فيه جزيرتين قريبة مني وكلهم كبار فبكمل بالنفس الاتجاه اللي جيت منه وسيد خذ الجزيرة الرئيسية وراي والعلي عسى نحصل البطاط هنا ولا هنا أنا مستغرب والله الجزرة هذه الأولى الثانية ثالثة متذكرني شفت اثنين بطاط بس أنا بلاقيهم تقريبا ما راح أقدر أختم اللعبة بدونه هذا اللي أنا فاهمه كرافت شبس كل انلوك نيو ثينجزتو كرافت أوكي المهارات يقولك كل ما طورت شخصيتك المهارات تصير تفتح لك شغلات جديدة انك تصنعها وعلى أطار المهارات خنا نشيك مهارات لا عبناء ما شاء الله تقريبا لفل ثمانة في كل شيء أو لفل ستة يعني قبل الأخير لفل سبعة هو أقصد شيء ثمانة من من جبتنا فأحد الشغلات اللي مطلع لها لاني اتذكر ان شفنا برل والبرل ممكن نطور فيه السفينة ونكبر فيه السفينة يكن برل في هذا المكان فكيته بس هذا ظاهر انه روح والله انا ذكرت انه في هذا السفينة والله حرفين يا شباب ما طلعت بأي شيء ودنا علي بعده تم علق على السفينة واطلع دقيقة خل ركز شوي في هذه المرحلة من حياتنا البيس حقي هناك هذاك وأشوفه وهذه كانت زي الممر وصير أكمل الاتجاه كذا تصير هذه السفينة الله يستر لا أضيع سير فيه سير فيه قريبة مرة هذا هو البرل الحمد سبحان الله أذكر اني طلعته هنا من السفينة بس لمواجه هلته يا أخي الواقعي في اللعبة مشكلة بعض الأحيان طيب الحين هذا الهنين جن بعض ثلاثة هي طلب وكي ما عندك مشكلة أصلاً حسب الحسافة على هذا يا سلوم يا ربع شبه المنظر شكثر قينزل هذا والله البحر رهيب تكفى يا سلام تدري خلا هنا سكر الفراغ هذا وبعدين لو تبع فراغ تقدر تسوي هنا وهنا وتخذ فراغ هنا بالوسط السلام عليكم طورنا السفينة في محطة البحر شيء تي الجزيرة شيء تي الهيبة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله نصفط التيتنك حقنا جنبه ما شاء الله الكرات عز الله طورنا السفينة وين هالبيس من زمان أنا كلما جيت جزيرة هقول هذا هذا الجزي ما شاء ما شاء حلو نستغل الظهر صحي بسم الله فراغ دع نزل أغراضنا بس سوينا بيس هنا هذي أغراضي أول شيء أفرش سريرك هنا على أجوات طيبة هذي ونام آآ سيف أي نوم أي نوم يا حبيبي ورانا الشغل يارب منسى البطاط باباي يا سلام شو كيف زابن المترجم للقناة 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 يا سلام يا سلام هذا المكان سلامكم الله عادي وشلون نصف لكم اياه وش دا بارل صندوق بعد وربي هذي السفينة لا تحسب انك مخلصها لا تحسب انك مخلصها تجيها في النهار تقلب ليل عشان كذا فيها لوتن طيب شوف انا حاليا اوكي هذي سفينة ثانية وانا اقول كيف كذا في زيل كسرة كذا فيه خلاصا اكتفيت وربي ما اقدرش الاغراض اكثر قلبي صغير ما يتحمل يا شباب قلبي صغير لا يتحمل يا اخي اقسم بالله ما ادري اقول لكم بالليل دوروا النهار دوروا هذا على فكرة قابل شوي الرو وافروت خدت من هنا وكان البطيتو هذا تحت تحته على طول ولا شفته وجيت مليون مرة هذا الممر بين الصخرتين في نصف الجزيرة صعب جدا 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 شوفته وممكن تلقون ذبان ترى اذا لقيته ذبان ترى كان فيه بوتيتو فروت هذه ممكن تكون علامة فهذا دليل انه فيه بوتيتو معفن فتوقع مجرد ما ينمو يوم يومين اذا تميت في الجزيرة العفن راح يدلك على البطاط الكواوا هذا نادر زيه لكن ما اعرف وش احتياجه اعرف انه موجود هنا ميديسن هذا القوزة بس اشي يعطينا القوزة هذا هذا يعطينا بريث بوست تتنفس بشكل اطول وتر بوتل هذا نفس الشي بس ظهرنا ياخذ خمس جرعات بدلا ياخذ ثلاث لكنا نصلى عمل جلد العادي هذاك يفيدنا مع الاندوتايت ضد القرش يصير القرش ما يجيننا يصير يدهن جسمه فيه يمكن ويضافة حلوة في اللعبة هذا البترسكن اللي اقول لكم ياخذ ثلاث وهذا ممكن ياخذ خمس صر تسقي فيه الزراعة وهذا تبع الشمس معروف باقي هذا اذا عرفته رح اكتب لكم الملاحظة لا 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 بليدنغ لا مش وقتك الله يخرب بيتك اما النهار عسا يستاهل الله يخرب بيتك هذا هو تجرب بيتك اوجد ما يتجربNON تجرب حول ميتش راح ميتش راح راح دفכל المترجم للقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبحانك اللهم بحمدك اشهد اللهم لانت استغفرك واتوب اليك